انطلقت فعاليات النسخة الأولى من منتدى الأعلام الرياضي والذي يقام اليوم وغدا بقاعة المؤتمرات في مدينة نصر بالقاهرة تحت عنوان إعلام رياضي محترف ويعقد المنتدى بالشراكة بين الشركة المتحدة للرياضة ومنتدى مصر للإعلام وبالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم البريطانية تعزيزا لرسالة الإعلام الرياضي في مصر والشرق الأوسط شهدت قاعة المؤتمرات بمدينة نصر انعقاد النسخة الأولى من منتدى الإعلام الرياضي تحت عنوان إعلام رياضي محترف على مدار يومين بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء في مجال الإعلام الرياضية احنا بنتكلم مؤتمر يناقش الموضوع اللي جاي الأدوار احنا أدوارنا هي دور الإعلام اللي بيحصل كمان بشكل أو آخر في المنظومة الإعلامية دي كلها حاجات الحقيقة لما بتناقش من خلال مؤتمر وطني زي ده مكسب كبير لينا كوزارة شباب والرياضة المنتدى هو أول منتدى متخصص في الصحافة في الصحافة الرياضية أو الإعلام الرياضي بشكل عام في مصر والشرق الأوسط أول منتدى متخصص بالشكل ده يعني أول منتدى يحتضن تدريبات مكثفة للإعلام الرياضي في مجموعة وراش عمل ممتازة أنه هذا طبعا معظم الوراش خلصت خلاص غدا إن شاء الله سيكون فيه وراش جديدة المنتدى يقدم لعديد من الجلسات ووراش العمل تتنابل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الإعلام الرياضية وقد نظمته الشركة المتحدة للرياضة ومنتدى مصر للإعلام بالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم البريطانية أعتقد أن المصريين لديهم شغف شديد بكرة القدم ولم أرى هذا الشغف في أي مكان آخر بالعالم وهي بالتالي فرصة رائعة وأنا سعيد بتواجدي هنا ومن المهم جدا أن يدرك العاملون بالإعلام الرياضي ما الذي يريده الجمهور وما هي اهتماماتهم شارك في المنتدى الكثير من شباب الإعلاميين في المجال الرياضي والذين أعربوا عن سعادتهم بتقديم مثل هذه الفعاليات وورش العمل يكون أن يكون فيه حدث عن الإعلام الرياضي بشكل متخصص ويكون على مدار يومين يكون فيه أكتر من جلسة يكون فيه أكتر من ورشة متخصصة في الإعلام الرياضي فده شيء يعني أنا سعيد به جدا لأن ده يعني أنا كحد في مجال الإعلام الرياضي ساعدت أن أصبح في حاجة تخص الإعلام الرياضي المنتدى ماشي بشكل كويس جدا على مستوى التنظيمي وعلى مستوى جلسات ورش العمل وعلى مستوى جلسات اللي بتتناقش شوفنا وزير الشباب الرياضي النهاردة كان متواجد وكان عنده أكتر من بادرة كانت كويسة جدا شوفنا مبادرات بتتناقش ونتمنى أن نحن نشوفها على أرض الواقع تم مناقشة الأساليب اللي تغير فيها الإعلام الإعلام بتغير بشكل كبير جدا وتم مناقشة مهدية مهمة جدا زي فكرة الناس اللي بتزير على السوشيال ميديا وفكرة أن هما يظهروا على التلفزيون هل ليه مصطلاحيات ولا لا الموضوع تمام ناشيته بشكل سلس جدا وبشكل موضوعي استفدنا كتير قوي من ورش العمل اللي كانت بتحصل واستفدنا جدا من الخبرات اللي موجودة اللي بيقدمها طبعا النمازج اللي كانت موجودة كلها نمازج محترمة جدا قدروا أنهم من خلال أنهم يوصلون لنا معلومات كويسة ومن القضايا التي تطرق لها المنتدى أهمية الحفاظ على المعايير الأخلاقية للصحفيين الرياضيين والحفاظ على نزاهتهم من خلال أفضل الممارسات المهنية بالإضافة لتعلم وسائل الإعلام الحديثة ليواكب التطورات السريعة والمتلاحقة في عالم الإعلام